بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أخوات الحبيبات أهلاً وسهلاً في درسنا الأسبوع وإحنا الآن في سورة جديدة إن شاء الله بدي أشارككم ببعض الآيات من سورة محمد في كل مرة نتكلم عن بعض الآيات لحتى يعني إحنا بدنا نحاول إن شاء الله أنه نفهم القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول في نفس السورة في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم ما نزل من أجل الحفظ لكن نزل أولاً من أجل الفهم بدنا نفهم الآيات بنظلنا دائماً نتعلم كيف نقرأها مع التجويد الصحيح لحتى دائماً نظلنا نقرأها ونتذكر معانيها بدنا نقعد هيك نفهم آيات القرآن الكريم التدبر إنه إحنا مش نفهم معنى الآية بدنا نفهم إيش اللي مطلوب من هذه الآية يعني أنا الآن فهمت معنى الآية التدبر يأتي الآن أنا كيف أعيش هذه الآية أول شي يا أخواتي يا حبيباتي إحنا نتعلم الآن يعني في هذا الدرس الأسبوعي كيف نطبق آيات القرآن الكريم أكثر الآيات في القرآن الكريم تتحدث مع القلوب أول شيء أنت في تطبيق القرآن الكريم والسنة النبوية أول شيء لازم يدخل لقلبي لازم أفهم كيف الطريقة اللي بدي أفكر فيها فطريقة التفكير هي التي تعيننا في يومنا وليلنا إذا أنت عم بتفكري بطريقة صحيحة إن شاء الله رب العالمين يعينك لأن التفكير بالطريقة الصحيحة يعني معناته النية سليمة صحيحة إذا كانت النية والنية هي عبارة عن فكرة التفكير أنت من جواكي لما بتحكي مع حالك وبتقولي اليوم لازم أصلي الصلوات على الوقت والله ما لازم أأخر صلواتي الله إلي فترة ما عم بقرأ أذكار بعض الصلاة عم بقعد أعدى بصلي على السريع وبقوم فبطل في خشوع في الصلاة خلاص أنت هيك عم تحكي مع حالك الآن الكلام مع نفسك بتصيري بتقولي لا والله اليوم إن شاء الله بدي أعد بعد الصلاة وبدي أقرأ أذكار الصلاة وأنا أعدى لحتى أكملها كاملا إن شاء الله وأخذ أجرها والملائكة بتكون بتحفني وتدعي لي اليوم إن شاء الله بدي أروح أنام بكير اليوم ما لازم أصهر لأنه كل يوم عم بصهر فيه عم بتروح علي صلاة الفجر وهكذا فهذه الآية أفلا يتدبرون القرآن تتكلم مع القلوب أم على قلوب أقفالها فحديثنا إلى القلوب أخواتي حديث الآيات القرآنية هون كلها تتكلم مع قلبي وقلبك لما القلب يصحى لما القلب يكون عارف إيش بده بتبدأ مشاعرك إن شاء الله بيبدأ يأتيك الهدوء النفسي من الداخل فالجزع والخوف والقلق والحزن الشديد والغضب هذا كله ما يأتي إلا لما القلب يبلش يسرح ويبعد لما هذا القلب يصير يروح يمين وشمال وهون يبدأ قصاوة القلب تبدأ تعمل فأنت خليك دائما عارفة أنت شو بدك أهدافك واضحة شايفتيها قدام عيونك أكتبيها مثل ما أنا دائما بقول أكتبي كل الأشياء اللي أنت بدك إياها في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة خلي عندك دفتر صغير خلي عندك دفتر هيك اشتري لك دفتر جميل هيك وألم حلو وحطيه بجنبك كل يوم وأكتبي أنا إنسانة مؤمنة بشو عم بفكر شو أهدافي شو أحلامي أنا إيش اللي بدي ياه أنا في الآخرة إيش بدي في الدنيا إيش بدي في الدنيا بدي أكون صادقة في الدنيا بدي يكون عندي أمانة في الدنيا بدي يكون الكلام يطلع من تمي دائما هو الكلام الطيب لازم دائما أجدد النية نيتي دائما فيها خير خليك دائما جددي هذا الشيء آيات اليوم تتحدث مع القلوب هي صحيح في إلها دور بالحرب إلها دور بشغلات من الخارج لكن أنا ما بدي أركز على الآيات اللي فيها قتال أنا بدي أركز على طريقة التفكير شوفي الآن رب العالمين كيف في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى بيعمل لنا مثل مقارنة مقارنة بين المؤمنين وبين الكفار شوفي الآن أنت مثل مين لأنه المؤمن سبحان الله إذا أنت يعني طريقة تفكيرك مثل مين بتصيري بتصيري بتعملي بالتطبيق العملي مثلهم فهذا طبعا إلو دور كبير في أنه أنا رح أصير مثل شو بدي أحكيها للعربية بالكلمة بالعربية يعني أنا بصير أتشبه أيوة من تشبه بقوم فلوشيرا معهم التشبه يبدأ بطريقة التفكير أنا كيف بفكر شوفي الآن طريقة تفكير المؤمنين وطريقة تفكير الكفار ثم أفكارهم تأتي إلى مشاعرهم شوفي الآن كيف يشعر المؤمنين وكيف يشعر الكافرين يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد من الآية رقم واحد الآن نحن الآن مع بعض في الصفحة الأولى من سورة محمد أنا عندي هنا المصحف العادي هيك طبعا هي الصفحة الأولى عبارة عن خمسمية وسبعة الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إذن أول شيء كفروا الكفر يأتي بالقلب الكفر هو عبارة عن يعني أفكارهم ومشاعرهم ضد القرآن الكريم والسنة النبوية كفروا من الداخل وصدوا عن سبيل الله من الخارج فلا اتبعوا لا عباداتنا ولا اتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أخلاقهم مثل أخلاقنا فشو كانت النتيجة هم الذين كفروا يعني فلاحظي أن الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا يعني هم الذين اختاروا أنهم يكفروا بالإسلام يكفروا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذن هم كفروا بالقرآن من الداخل وصدوا عن سبيل الله من الخارج من الخارج بتلاقيهم عندهم غضب شديد عندهم اتهام شديد للمؤمنين أفعالهم كل ياتحى ما فيها تطابق مع القرآن الكريم والسنة النبوية فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أضل أعمالهم إذن الذي يكفر من الداخل وهو يختار أن ما يطبق القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من الخارج النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أضل أعمالهم يعني رب العالمين بده يحكي لنا الآن في هذه الآية أنه هو الذي يطلع على القلوب الله سبحانه وتعالى يعلم إذا كان هذا الإنسان يريد الإيمان أو لا يريد الإيمان يريد الإصلاح أو لا يريد الإصلاح يريد أن يكون من المتقين أم لا هذا بالنسبة للذين كفروا هم كفروا اختاروا الكفر من الداخل وصدوا عن سبيل الله من الخارج بأعمالهم وبأخلاقهم وبكلماتهم فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أضل أعمالهم فالآن أصبحوا يعني يعيشين سبحان الله مثل ما هو الله سبحانه وتعالى وصفهم والذين كفروا يتمتعون بدهم بس يتمتعوا في هذه الدنيا بدهم يسافروا بدهم يأكلوا بدهم يشتروا بدهم يبيعوا ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم هدول هم الكفر والذين آمنوا الآن من الناحية الأخرى الآن هذا اللي لازم نركز عليها أنا وأنت الآن آمنا بالله والذين آمنوا آمنا من الداخل آمنا بالله آمنا بالرسالة آمنا بالقرآن آمنا بالجنة آمنا باليوم الآخر هذا كل ياته من الداخل وعملوا الصالحات من الخارج نحن بنقرر أنه أنا أقرر أتخذ القرار أنه أنا بدي ألبس الحجاب الشرعي لوجه الله تعالى أنا اللي بقرر أني بدي أصلي صلوات الخمسة على وقتها وبخشوع وطمأنينة وأنا اللي بقرر أني بدي أقرأ أذكار الصباح والمساء من أجل العافية في الدنيا وفي الآخرة من أجل الهدوء النفسي من أجل الصحة من أجل الرزق من أجل كل شيء من أجل أن رب العالمين يحفظني من الشياطين من شياطين الإنس والجن أنت اللي بدك تتخذ هذا القرار هو القرار بإيدك أنت أنا أؤمن بالله من الداخل في قلبي وأعمل الصالحات من الخارج بقول الدعاء أبل ما أطلع لما بتكلم مع الناس أخلاقي أخلاق القرآن أنا لا بدي أزاع الحدى ولا بدي أضغط على حدى ما إلي دخل بي حدى أنا ما في إنسان إلا بيخطأ رب العالمين يكفر عنا سيئاتنا إذا تبنا وبلشنا بداية جديدة لكن شوفوا الآن إيش بيقول بعدين وأصلح بالهم جميلة جدا الآية جميلة جميلة جدا كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أختي حبيبتي إذا حسيت أنه أنت متدايقة حس حالك عندك غضب حس حالك مخنوقة حس حالك حزينة حس في شيء من جواكي مش مستقر يعني لقيت حالك مش مستقرة نفسيا أفكارك مبعثرة مشاعرك مبعثرة حسيت حالك تعبانة متدايقة ركزي في هذه الآية وأصلح بالهم إصلاح البال هو إنزال الهدوء والسكينة إحنا لما نعطس بنقول الحمد لله إيش بقول لنا اللي قدامنا أنا لازم أول شيء أرفع صوتي وأقول الحمد لله هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد أصبحت كلمات يعني يتداول المسلمين الكلمات سنة النبي أصبحت عادة بيقولوها باللسان لكن هل خرجت من القلب لما بتقولي الحمد لله أنا عطست العطس شيء عادي بس هالكلمة الحمد لله بتطلع عن جد من قلبي الحمد لله أنا ما زلت على قيد الحياة الحمد لله لسه قلبي عم يشتغل الحمد لله رب العالمين أعطاني فرصة جديدة لحتى أعيد الترتيبات لحتى أعيد الأولويات لحتى أغير من نفسي لحتى أغير من عباداتي لحتى أصلح من نفسي فبعدين اللي قدامك بيسمعك بيقولك يرحمكم الله يرحمكم الله يعني الرحمة إحنا ما بدنا الرحمة من رب العالمين كلمات بسيطة إحنا بنحكيها كل يوم بنعتص الحمد لله يرحمكم الله بعدين بيقولك أنت بترجعي بتقولي يهديكم الله ويصلح بالكم عم ندعي لبعض هذه الدعوة كل يوم عن جد عن جد عم بنحس عن جد عم بنحس بإصلاح البال يهديكم الله الهداية إلى الحق الهداية للصراط المستقيم الهداية إلى أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام الهداية إلى أسلوب الحياة هل أنا بنام بكير متل ما كان ينام هل بصحى على صلاة الفجر متل ما كان يصحى على صلاة الفجر هل لما قبل ما أحط شغلة في تمي بقول بسم الله الدي عم ناكل كل يوم بنغير ما نقول بسم الله الدي عم نشرب قاعدين رايحين جايين منشرب هل بتقولي بسم الله قبل ما تشرب شربتك تمسكيها بإيدك اليمين هل كل ما خلستي الشرب خلستي الأكل بتقولي الحمد لله الذي رزقني هذا وسقانيه أو سقانيه من غير حول مني ولا قوة هل عن جد إحنا بنشكر الله سبحانه وتعالى على النعم اللي أعطانا إياها هل فعلا إحنا دائما مركزين قديش رب العالمين هو الرحمن الرحيم يعني هو بيرحمنا كل يوم من غير ما نطلب منه إنه دقات قلبنا هادي شغالة كل يوم أنت بتروحي بتنامي وقلبك لسه شغال ودماغك شغال وما عيدتك والكل الجسم سبحان الله شغال ونحنا نايمين بس لما بنصحى ما بنقول الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يعني أنا بكون متت يعني خرجت الروح من هذا الجسد ويمكن راحت سجدت لله سجدة تحت العرش مثل ما قالوا بعض العلماء لكن إحنا ما بنعرف الروح هذه إذا خرجت وين بتروح لكن بعدين عادت إلي وعادت إلي الحياة أنا رجعت لكن الإنسان بطبيعته دائما بحب أنه تكون يعني بشكر الله إذا صارت الحياة مثل ما بدي يعني أنا حياتي مو ماشية مثل ما بدي فأنا مش مبسوطة أنا مش مرتاحة أنا تعيسة أشعر بالتعاسى إيش اللي بيخليني أشعر بالتعاسى؟ الموضوع بده شوية تفكر بدنا نقعد نتفكر شوية ونشوف كيف رب العالمين يعني عمل هذه المقارنة بين المؤمنين والكافرين مش ولا شيء والله مش من أجل هيك المسألة بدها أنت تقعدي وتشتغلي على قلبك من جوة لأنه الذي كفر يكون كفر هو من الداخل والذي آمن بكون هو آمن من الداخل إيماني أنا من الداخل كل ما زاد كل ما خرج وظهر على الأعضاء لأنه إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد إذن إذا كان لساني يشتكي في الليل وفي النهار إذا كان عندي غضب مش قادرة أصبر على الناس اللي حوالي المصاري ما بتكفي ما رح أقدر أسافر السنة بدي أععد أشكي وبدي أععد أبكي وبدي أععد أقول ليش هيك ويا حظي وما عندي حظ شو ردت فعلي أنا من الخارج هذا الجسد هذي الإيدين هذي القدمين هذي رجلية هذي لوين بدها توديني شو بفتح على تليفوني على شو عم بتطلع شو عم بسمع لما بتقعدي مع الناس بشو عم تتكلمي مع الناس سيبك من الناس هما إذا بيحكوا عليهم أنت ما فيكي دائما تقولي للناس لا هذا حرام هذا ما بصير نحكي فيه هذا ما اللي بتحكي خليها تحكي بس أنت هل أنت بتشاركيها بالإثم يعني أنت بدك تحاولي تغيري الموضوع الناس اللي بتحكي كتير عن الناس بتانيين حاولي أنك أنت ما تشوفيهم كتير يعني بدك تحاولي تخلي الآن زياراتك تكون محدودة زيارات بدها تكون قصيرة حياة الناس بشكل عام حكينا المرة الماضية كيف أنه يعلموا أن ما الحياة الدنيا هل أنا حياتي عبارة عن متعة هل أنا بس بدي ترسلايا أنا هل حياتي بس عشان أكل وأشرب وأزور الناس والناس يزوروني ولا أسافر ولا أروح مطاعم إيش هي حياتي إيش هو أسلوب حياتي أنا شو عم بعمل في هذه الدنيا أعمال الخير اللي أنا عم بعملها إيش هي أعمال الخير هل بروح عم بدور على مؤسسة أحكي لهم والله أنا بدي أتطوع أنا بدي أعمل أعمال بر أنا بدي أعمل أعمال الخير خليني أشوف العالم الجوعانة أساعدها خليني أشوف العالم اللي ما بتعرف تقرأ القرآن خليني أعلمهم القرآن خليني أتعلم لي حديث وخليني أشاركه مع الناس ما هي أعمال البري يعني بصاماتك أنت الآن لما تطلع من هذه الدنيا إيش رح يقولوا الناس عنك بعد ما تطلع من الدنيا إيش رح يقولوا هذا الشيء مهم جدا فأنت الآن بدك تفكري من الداخل ومن الخارج إذن أول شيء الكفار اختياراتهم جعلت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أضل أعمالهم صاروا عايشين مثل الحيوانات بياكلوا بيشربوا ويتمتعوا وبس هذا اللي بدهمية بينما المؤمنين رب العالمين يكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كمان هلأ الآن شوفي برضو كمان رب العالمين بكمل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطلة إذن الآن الكفار اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم إذن آمنوا البسلمين وعملوا الصالحات بينما الكفار كفروا وصدوا عن سبيل الله هذا أول مثال رب العالمين أعطاه ثاني شيء الذين كفروا اتبعوا الباطل والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم اتباع الحق من الله سبحانه وتعالى يعني معناته مالي لازم يكون مال حرام ما بيصير أني أشتغل عمل حرام ويكون مصدر المال تبعي حرام إذا بدي أنا رب العالمين يصلح بالي إذا بدي رب العالمين يكفر عن سيئاتي ما لازم أتبع الباطل والباطل يكون في كل شيء في هذه الحياة لأن أصبحوا العالم اللي بيكذبوا علشان يجيبوا زيادة مال العالم عم تشتري كل شراء الآن هل في شيء من غير ربا كل شيء أصبح الآن داخل فيه ربا الناس بطلوا يتحملوا بدي أشتري غرض حق وخمسة آلاف بدي يا اليوم ما بقدر أتحمل ماني قادرة أستنى لحتى أحوش على شو ولا عشان تشتري لها تلفزيون ولا ما بعرف شو هلأ تلفزيونات العالم صارت أصبحت كلياتها يعني كلها ماركات أصبحت وأشياء غالية شوفي الآن أنت لما بدك الشغلة قادرة إنك تستني وتحوشي لحتى تشتري شغلة مثلا حقها ألف وألفين ولا بدك طوال يلا أونلاين وبصير بتفعلكم دفعات صغيرة كل أسبوع لحتى أخلص ثمنها أصبحوا الآن المسلمين ما عندهم صبر ما في صبر أصبحنا نتشبه بالكفار في كل شيء بدي أشتري كل شيء بحاجة لإلو ولا بش بحاجة لإلو بدي إياه عشان أنا إيش لأنه فاضية من جوا لأنه حس حالي تعيسة لأنني مش حس حالي مبسوطة يمكن أحس حالي مبسوطة إذا اشتريت عفش جديد يمكن أحس حالي مبسوطة إذا جددت سيارتي يمكن أحس حالي مبسوطة إذا اشتريت بيت وللأسف الشديد بيغرقوا حالهم لسه أكثر وأكثر بالحرام وتزيد التعاسى ويزيد الهم ويزيد الغضب ويزيد سبحان الله القلق هذا كل ياته وبتزيد المشاكل في الحياة يعني المشاكل بتزيد حتى لأهل الأسرة بسبب أنه في منهم داخلين بشراء عن طريق الربا ابعدي عن الربا يا أخواتي يا حبيباتي أنك لما بتدفعي أقصاط دفع الأقصاط كل أسبوع هذا في ربا لأنه أنت بتوافقي على أنه إذا ما دفعت الدفعة الأسبوعية أو الشهرية على الوقت بتدسير فيه الفاين الفاين هادي مش فاين هي مش عبارة عن هي عبارة عن فائدة هي ليست بس والله يعني علشان الفاين ما بارشو اسمها بالعربي بطلنا نعرف العربي من الإنجليزي مرة بنحكي إنجليزي مرة بنحكي عربي فسامحوني إذا دخلت كلمات بالإنجليزي أنا ما بحب أدخل كلمات إنجليزي بس أحيانا بنسى فهي الفاين برضو نسيت شو معناها هي عبارة عن فائدة أخواتي بدك تشتري تليفون حوش حوش حق التليفون شي حقه كامل ادفعي حقه وخدي الغرض مرة قبولك يعني مدام أنت كبست على I accept مدام أنت قبلت بهذا الشرط وهو شرط ربوي فأصبح العقد كله عقد ربوي يعني أنت ما لازم تقبل توقعي عليه ما لازم تقبل وتقولي I accept لازم تقولي لهم أنا ما بدي هذا العقد ما أستطيع أني أقبل هذا العقد لأنه فيه ربا رح يقولولك لا ما فيه ربا هذا بدهم يضحكوا عليك إحنا في أوقات يا أخواتي الآن في آخر الزمان لما يأتي كذابون دجالون الآن النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا يعني كل الأشياء اللي تكلم عنها في آخر الزمان أصبحت في زماننا هذا الكذابين والدجالين أصبحوا بيقولولك لا هذا حلال هذا ما فيه إشي أصبحوا الآن بيحللولنا كل شي حللولنا ناكل الأكلات اللي فيها يعني دهون حيوانية حتى من الخنزير وحتى من الكحوليات أصبح كل شيء الآن حلال إحنا الآن في وقت كل المحرمات اللي كانت حتى في منها محرمات يعني من الكبائر مثل الربا سبحان الله أصبحت الآن حلال لا تسمعي كلام الناس اللي بيقولولك إنه هذا حلال ارجعي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية يا أختي يا حبيبتي والله إني أحب لك الخير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثل ما أنا بدي أروح على الجنة مثل ما أنا أتمنى إني أقف مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة مثل ما أتمنى أكون معاه في الفردوس الأعلى مثل ما أتمنى إني أروح الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب أنا بدي إياكي أنت تكوني معي إذا ما كنا إحنا مع بعض مين اللي بدي يكون معنا لازم نكون إيد وحدة إحنا الآن في هذا آخر الزمان لازم إحنا مع بعض على الأقل نقول للحرام لا وألف لا بدي يكون عندي صبر بدي أصبر وأحوش حق الغرض اللي بدي أشتري وما رح أشتري أبداً أي شيء إذا كان فيه أقصاط إلا إذا كان تعاملي مع مسلم أو مسلمة وقال لي بتشتري بالأقصاط لكن إذا تأخرت عن دفعة من الدفعات ما فيه فاين هذا خلص أنت بتكوني طبعاً هون بدي يكون فيه ثقة مئة بالمئة ما فيه حدا بيعمل هيك ليش؟ لأنه للأسف الشديد لا يوجد أمانة يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة وين الأمانة اليوم؟ اليوم بتأخدي دولار يعني تطلبي سبحان الله الناس أصبحت الآن بتتداين من بعض وقامتاً أخدت منك لأ أخدت منك المبلغ الفلاني لأ مش المبلغ الفلاني حتى الدين أصبحوا الناس ما بيكتبوه أصبحوا ما حدا بديوا يرجع الدين الأم بتاكل على بنتها والبنت بتاكل على أخوها والأخ بياكل على أمه وأبوه والله العالم أصبحت كأنه نحن صرنا بالغابة الشاطر اللي ياكل على الثاني الشاطر اللي يطلع هيك غني ويشتري اللي بده إياه ولو على حساب أمه وأبوه أخته ولا أخوه ولو على حساب الضعفاء مدير مستعد ياكل الناس اللي عم يشتغلوا تحتي ولا فارقة أصلاً هو لا شايفهم ولا بده يشوفهم ولا بده يسمعهم بده يسافر وبده يشتري وبده يعمل على حساب على ظهور الناس اللي بتشتغل عنده ولو كانوا مسلمين وأعتذر لكل مسلم لكن المسلمين في أستراليا للأسف الشديد أصبحنا لا يوجد أمانة الشاطر اللي يضحك على الثاني أصبحوا الناس كلياتهم بس مهووسين أصبح الآن عندنا هوس في المال لذلك يا أخواتي بدنا نركز ركزي أنك أنت ما تكوني هيك والله لو ابني ابني اللي صغير ما باخد عليه الدولار ما باكل حق ابني مش لأنه والله أنت ومالك لأبيك يعني يلا وكمان ما ضل غير ناخد الأكسجين من صدور أولادنا أنت ومالك لأبيك أصبحوا الآباء والأمهات الآن والله ما ضل غير يعني ياخدوا الأكسجين من صدور أولادهم وبناتهم أصبح استعبات يعني للأسف الشديد ما هكذا ولا الأولاد والبنات اللي كمان العقوق اللي أصبح منتشر إحنا الآن بدنا نركز صح إحنا الآن بدنا نركز صح يقول الله سبحانه وتعالى طبعا فإذا لقيتم الكفار إحنا الآن ما بدنا عن موقف الحرب إحنا الآن موجودين في العيشين عادي في مدينتنا حياة مستقرة ما في حرب لكن في نهاية الآية يقول الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء اللي بدنا ننتبه له ولو يشاء الله لانتصر منهم يعني رب العالمين لو أراد لانتصر للضعفاء من الظالمين لو أراد الله سبحانه وتعالى لانتصر للفقراء من الأغنياء لو أراد الله سبحانه وتعالى كان يغير كل شيء كان يغير هذه الآية هذه ليست فقط في الحرب هذه في كل شيء لو أراد الله أن يغير الحال إلى أفضل يستطيع ولا ما يستطيع يستطيع الحرام أصبح منتشر ما بيقدر رب العالمين أنه يلغي الحرام نعم يستطيع ما يستطيع رب العالمين أنه يهدي كل الناس إلى الصراط المستقيم نعم يستطيع لكن ليش رب العالمين ترك الموضوع الآن شوف الآن إحنا الآن في هرج ومرج القتل الكثير الظلم كثير الشاطر اللي ياك الأخو الكذب عدم الأمانة ليش؟ لأنه في سبب لأنه رب العالمين أنزل علينا القرآن الكريم والسنة النبوية وترك لنا الآن الإرادة رب العالمين يريد أن يرى من الذي يصلح ومن الذي يفسد لكن رب العالمين لأنه هو يقول ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ليبلوا بعضكم ببعض الآن أنت زوجك لإلك ابتلاء كيف رح تتصرفي مع زوجك؟ كيف رح تحكي معه؟ كيف رح تعدي تسمعي؟ كيف رح تتصرفي؟ أولادك بناتك ابتلاء رب العالمين يبتليكي بوجود أولادك وبناتك أولادي وبناتي مش مثلي ولا رح يكونوا نسخة عني ولا رح يسمعوا كلامي مية بالمية لكن هل أستطيع أني أعيش معاهم داخل البيت في أمان وسلام؟ ولا بده تصير في حرب بيني وبين أولادي؟ هل بده يصير في حرب بيني وبين زوجي في البيت؟ الحروب الصغيرة الآن اللي بتصير داخل البيت ما رب العالمين بيقدر أنه يهدي لك زوجك في لحظة؟ ما رب العالمين بيقدر أنه يهديكي أنتي؟ ما رب العالمين بيقدر أنه يشفيكي؟ ما رب العالمين بيقدر أنه يرزقك؟ رب العالمين هو القادر على كل شيء وهو الرزق وهو الشافي وهو اللي مالك الملك بس لماذا إحنا الآن أنت الآن في الوضع اللي أنت فيه الآن لأنه رب العالمين بدي تشوف أنت شو راح تعملي أنت الآن وجدتي وانت عندك هذه أمك وهذا أبوك وما فيك تغيريهم كيف راح تتصرفي مع أمك وأبوك هذا ابدك وهذه بنتك كيف راح تتصرفي معاهم هذا زوجك ولا زوجك مات كيف راح تتصرفي معاه زوجك مثلا طلع عقله غير عن عقلك واضطريتي انك تتركي تركتي تجوز عليكي خانك كذب عليكي اكل اموالك وانفصلتي كيف رح تتصرفي بدك تعدي تشرشحي في كل العالم بدك تعدي تحكي لكل الناس بدك تفضحي ولا بدك تستري عليك لما حدا يقولك ليش تركتي زوجك شو بدك تقولي بدك تقولي والله ما في نصيب والله في اختلاف بعقولنا خلاص ما مشي الحال ولا بدك تقولي بيحكي مع نسوان أكل مصاري عمل حط آم بدنا نفضح بدنا نفضح اسرار زوجية في داخل البيت والله بعض الناس يعني رجال ونساء الآن أصبحوا بعد الطلاق بروحوا بيحكوا عن حتى أتفه الأشياء اللي كانوا مختلفين فيها ما بيخلوا التالي والغالي بيروحوا بيحكوا عن كل المشاكل اللي صارت لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ لأنه عند الابتلاء بيظهر معدن الإنسان رب العالمين ابتلانا الآن وإحنا الآن موجودين في وقت الإنترنت كيف رح نتصرف؟ رح نصبر على أولادنا لأنه أولادنا مدمنين على الإنترنت؟ هل رح نصبر على أولادنا اللي بيحبوا يلعبوا جيمز؟ أولادك اللي بيحبوا يطلع على برة ولا بنتك اللي بدها تكون مع صاحباتها؟ هل إحنا الآن يعني إحنا الآن عايشين في وقت بنقدر نقول يعني وقت راحة واسترخاء يعني المساري موجودة والوقت موجود أمان بلد أستراليا وحلوة والعالم بدها تطلع بدها تروح بدها تيجي هل أنت قادرة أنك تصبري على بنتك؟ قادرة أنك تصبري على ابنك؟ أنت بتحبي تقعدي في البيت لكن بنتك بتحب تطلع من البيت أنت بتحبي تطلع من البيت لكن ابنك بيقول لك أنا بدي أضلني بالبيت أنا ما بحب أطلع أولادنا مختلفين عنا كيف رح نتصرف؟ ليبلو بعضكم ببعض يعني رب العالمين يراقبني ويراقبك كيف رح تتصرفي؟ زوجك عصبي أنت هادية أو يمكن زوجك هادي وأنت عصبية كيف رح تتصرفي؟ ابتلائك يمكن تكوني أنت غنية وزوجك فقير يمكن زوجك غني وأنت فقيرة كيف رح تتصرفي؟ كل شيء في هذه الحياة موجود سبحان الله من أجل الاختبار من أجل الامتحان من أجل أن رب العالمين يراقبك أولا يراقبك من الداخل عقلك إيش عم يحكي من جوه؟ أنت شو بتقولي قاعدة؟ بتقولي والله أنا كنت منيحة وأنا صغيرة أحسن من جوزي أحسن من أولادي ولا أنا هلأ أحسن منهم؟ شو عم بتقولي؟ ولا بتقولي يا رب تعطيني الصبر؟ هم مختلفين عني وأنا لازم أروأ أنا لازم أهدى لازم أنا أكون القدوة إيش عقلك بيقولك من جوه؟ رب العالمين الآن يراقب ردد فعلي أنا مراقبة من الله رب العالمين يختبرني ونحن الآن يا أخواتي يا حبيباتي نحن الآن والله والله أنا يعني أؤمن بهذا مئة بالمئة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر إحنا الآن في أيام الصبر أيام الصبر هي أيام الابتلاءات أيام الإنترنت هادي أيام الصبر مين اللي بيترك التليفون؟ مين اللي بتحط بتوقف المسلسل بتوقف الفيلم؟ مين اللي بتوقف بتسكر تليفونها على حتى تروح تصلي لما بتسمع الأذان؟ مين اللي بتروح بتصلي على الوقت الآن؟ أغلبية الناس الآن أصبحوا ما بيصلوا أغلبية النساء الآن والبنات للأسف الشديد بتحط رموش استعارة وبتحط شعر وصلات وبتحط ما بعرف شو على وجهها بتيجي وقت الصلاة بتقول كيف بدي أصلي أنا؟ الأضافر الآن كل الأضافر المستعارة الآن الأضافر هذه الآن صاروا هلأ يحطوها بتضلها أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين مين اللي بدها تصلي؟ وهي حاطة هذه الأضافر؟ يعني أصبح حتى الجهر بالطبعاً أنت يا أختي لا تروحي هلأ تبهدي لي بنتك إذا بنتك بتحط أضافر ولا رموش أنا عم بحكي معاكي أنت خليكي معي أنت أنت لآن إذا كنت أنت عم تعملي هالشيء انتبهي لنفسك لكن بنتك ولا طالبتك لا تروحي تبهدي ليها وإحنا ما بدنا نفر الجيل الجديد من دين الإسلام لأنه كل شيء الآن حواليهم حرم يعني أنا طلابي وطالباتي الآن يعني اسمه كل شيء حرم هو في شيء حلال بهالدنيا هلأ كل شيء حرم للأسف الشديد يعني من كتر ما انتشر الحرام بفكرهما أنه دين الإسلام ما خل شيء حلال علينا كل شيء محرم علينا ليش لأنه إحنا الأهل أحيانا بيضغطوا 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 على أولادهم لحتى بالأخير يفهموهم كأنه كل شيء حرام بهالدنيا مع أنه فيه حلال كتير وممكن نستمتع فيه بس أنت الآن يا أختي خليني أنا أحكي معاكي أنت أختي وين ما بتطلع لما بتطلعي من بيتك هل بتتوضي قبل ما تطلعي من بيتك هل بتاختي معاكي تنورة الصلاة عشان وين ما كنت تلبسي تنورة الصلاة وتغطي رجليكي وتصلي صح هل وين ما رحتي جاهزة أنك تتوضي بتقولي والله أنا لازم وين ما رحت خليني أشوف أفكر أنه المكان اللي أنا رايحة عليه رح أقدر أتوضى إذا مش قادرة أتوضى كيف بدي أصلي بتفكري في الصلاة قبل ما تطلعي لأنه إحنا الآن بس بنشوف الناس اللي حولينا وأخطاء الناس خلينا نبدأ نغير في أنفسنا إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسهم خلونا إحنا الأمهات أول شيء الأمهات إحنا خلونا أول شيء نبدأ نتصرف صح أول شيء لازم يكون في عنا صبر نصبر على أولادنا وعلى بناتنا وعلى الناس ونصبر على العبادة صلي صح لا تستعجل بصلاتك على شو طايرة ركد 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 ليش عشان الطبخة خليها تستنى الطبخة بتسكري الغاز وإحسبي حساب قبل ما تبلش تطبخي إنه لازم يكون في قيمتن بدي أصلي لحتى ما أكون مشغولة بالطبخة تليفونك سكري عشان تعرف يحطيه على الصامت علشان تعرف يتصلي صلي صح هذا أقل شيء بتقدري إنك تعملي إنك تصلي صلاتك وإنتي مروأة وأكثري من الدعاء وأنتي في السجود لأنه الآن رب العالمين قادر على أنه يغير الوضع كورونا كورونا العالم كله خايف العالم كل ياته مكتئب العالم كل ياته عم يشكي لا أنت غير أنت غير الآن أنت بتروحي بتحطي راسك وإنتي ساجدة وبتطلبي من الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة هذه عندك كمان أذكار الصباح وأذكار المساء أنت الآن لما بتقولي حس حالك مدقيقة طب ما أنت بين السجدتين ما أنت بدك تقولي رب يغفر لي وارحمني طب هذه يعني لما رب العالمين يغفر لك لما رب العالمين يرحمك لازم ينزل عليك سكينة وهدوء نفسي ويصلح بالك بتقولي اللهم رب يغفر لي وارحمني وهديني أنت بتدعي رب العالمين بالهداية كل يوم هذا بين السجدتين يعني بين السجدتين عم تعدي وعم تدعي رب العالمين عم تطلب منه هذه السبع أشياء معقولة بعديها تبدأي تكتائبي وتحزني وتغلطي ديري بالك يا أختي أوليها من قلبك رب يغفر لي وارحمني وهدني خلي رب العالمين يهديكي للصواب خلي يهديكي للصواب من الأعمال من الأقوال من الأخلاق من العبادات للعلم الصواب وهدني وعافني خلي رب العالمين يعافيكي ماديا يعافيكي اجتماعيا يعافيكي في الدنيا وفي الآخرة جسديا ونفسيا إحنا بدنا العافية واجبرني خلي رب العالمين يجبر لك قلبك هو الجبار الذي يجبر القلوب إذا أنت حاس حالك أنك أنت من جوة مشتتة أفكارك مدى أتعبانة نفسيا محبطة واجبرني خلي رب العالمين هو الذي يجبر قلبك هو الذي إن شاء الله يعينك ويعطيك الصحة والعافية النفسية والجسمية وارزقني خايفة من الرزق وارزقني وانت بالسجود وارزقني وقبل السلام يرزقني هو رب العالمين يعني أنت دائما عندك رب العالمين علمنا اللهم ها رب العالمين أنت لما بتقولي ترزق من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أقولي ادعي رب العالمين أنه هو أولي اللهم ارزقني من فضلك ومن رحمتك مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أني أسألك من فضلك ومن رحمتك من فضلك يعني رب العالمين يعطيك الأمور الدنيوية اللي أنت بحاجة لإلها في الدنيا ورحمتك للآخرة فعليك بالدعاء كيف الإنسان بيعرف الدعاء وبعدين بصير بيخاف وبينسى وبصير بيشكي بس تحسي حارك محبطة مباشرة يا رب يا رب يا الله مباشرة بلشئ الدعاء خلي على لسانك الدعاء بالليل وبالنهار دعاء 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 وقولي رح أصبر أنا مؤمنة رح أصبر ورح أحتسب ورح أتعلم ورح أدعو الله ورب العالمين إن شاء الله هو الذي يصلح بالك إن شاء الله خليها في بالك هذه لا تنسيها أبدا رب العالمين يطلع على قلبك إن كنت مؤمنة بده يخرج إلى جوارحك وتعملين الصالحات النتيجة الله سبحانه وتعالى يصلح بالك إذا كان ما في إصلاح للبال إذن في شيء خلل يا أما في إيماني من الداخل يا أما في أعمالي من الخارج فأنت دائما خليكي دائما في تطور دائما كل أسبوع غيري أصلحي من عباداتك وأصلحي من كل شيء وابتعدي عن الحرام حتى رب العالمين ينظر إليك ويرى منك الصدق والإخلاص فيصلح بالك إن شاء الله بش يشوفك في خلل في شيء في شك في اضطراب فيضل أعبالك دير يبالك أنت هذه أنت اللي بدك تختاريها الله ينظر إلى قلبك ويرى ما في قلبك رب العالمين سامعك وأنتي عم بتفكري وشايف أنت كيف كيف عم بتحسي فلوين بدك توجهي أفكارك ومشاعرك بدك تقولي يا رب يا رب أصلح حالي أصلح بالي يا رب شفيني يا رب يهديني يا رب يعافيني يا رب بدك تضلك تدعي بالليل وبالنهار حتى يرى الله منك الصدق وبدك تضلك تستغفر بالليل وبالنهار استغفار 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 لأن الذنوب والخطايا هي التي تكون نكة سوداء على القلب فبتخليك في اضطراب في داخلك الاضطراب النفسي والاضطراب الداخلي إذا ما كان طبعا ترومة من الطفولة ولهذا الصدمات اللي بتيجيك من حدا ظلمك في هالدنيا وأصبحت عندك صدمات إذا ما كانت الصدمة من الخارج من الظلم طبعا حتى الصدمات من الخارج بدك تبعدي عن الظالم مش تضلك عايشة مع ظالم وتقولي والله أنا حاس حالي مريضة ومكتئبة ابتعدي عن الظالم خلي بينك وبينهم مسافة هيك من بعيد بتشوفيهم من فترة لفترة هيك وبتصلحي من حالك تعافي روحي على أطباء روحي على مختصين وروحي وأطلبي حتى لو بديك تاخدي الدواء عالجي نفسك من الاضطرابات النفسية لا تقولي لهذا ابتلاء من رب العالمين الابتلاء من الله من الخارج في الداخل رب العالمين يصلح بالنا يعطينا طمأنينة يعطينا سكينة رب العالمين بيدير باله عليك من جوه من قلبك إذا في اضطراب من الداخل معناته سببه إما المعاصي والذنوب إما ظلم من الخارجي الظلم من الخارج بيكون يعني مع الوقت أصبح يعني ظله يتكوم 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 لحتى غير يمكن حتى الشغلات اللي فيها الكهربائيات تبعتك أو الكيميكروز تبعت دماغك بديك تروحي بديك تاخدي دواء بديك تتعالجي غيري أفكارك وغيري مشاعرك وغيري أسلوب حياتك يا أختي نامي بكير صحي بكير وشوفي الصحة كيف بتصير ما هذه يعني كلها هذا دين الإسلام لا تأكل كتير خففي من الأكل اللي يجعلي ثلث فاضي في المعدة لأنه كثرة الأكل بتعمل اضطرابات نفسية واضطرابات جسمية أكثر من شرب المي لا تشرب عصيرات لا تشرب شغلات ما في منها فايدة ولا تكتري من الأكل والسكريات اللي بتخلي النفسية تتعب خلي أكلك أكل صحي كلي سكريات كلي كذا بس كمية قليلة لكن خلي دائما بشكل عام خلي أسلوبك دائما صحي إن شاء الله لأنه هذا وقت وقت الاضطراب اضطراب الصحة النفسية والجسمية أنت الآن مسؤولة عن نفسك رب العالمين الآن يقول إلا الناس والذين قتلوا في سبيل الله فلي يضل أعمالهم طبعا أكيد الناس التي قتلت في سبيل الله الناس اللي ماتت وهي على دين الإسلام الناس اللي ماتت وهي بتقول لا إله إلا الله فدولة أكيد رب العالمين لن يضل أعمالهم بس هذول الناس يا أخواتي أبل ما يموتوا شو قال سيهديهم ويصلح بالهم أجين يعني عاد مرتين صارت سبحان الله سيهديهم ويصلح بالهم أولا كانت وأصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أول الآيات ثم عاد مرة تانية في الآية رقم ستة كمان مرة سيهديهم ويصلح بالهم وبعدين في الآخرة ويدخلهم الجنة عرفها لهم عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم كيف ننصر الله اليوم أنت تنصرين الإسلام بأنك أنت تتبع القرآن والسنة ابتعدي عن المحرمات لا تظلمي أحد ابتعدي عن الربا ابتعدي عن مال الحرام كيف أنصر الإسلام في أستراليا امشي على القوانين الدنيوية في أستراليا يا أختي لا لا تقطعي عندك مثلا وإنتي عم بتسوق السيارة لا تعدي ترفعي صوتك قدام الناس كيف أنصر دين الإسلام وأنا في بلد غربي أنت بتنصر دين الإسلام بأخلاقك خلي هالعالم لما تشوفك واحدة مسلمة ما تفرجيهم واحدة مسلمة فاتحة الموسيقى بصوت عالي وبالتخني قاعدة بالسيارة لا ترفعي صوتك وتسبي وتبهدي للناس وتقلي قيمتك أنت قدامهم إذا واحد بيخطأ معاك ضلك ماشي يا أختي يقولي حسبي الله ونعم الوكيل لا ترفعي صوتك تبهدي للناس خلي صوتك واطي وإنتي برة خليهم يشوفوا الإنسان المسلمة المحجبة خاصة يعني متى ما شافوا حجابك عرفوا هادي مسلمة مش حلوة أبدا تعطي صورة سيئة عن دينك والله إنو مش حلوة أبدا ترفعي صوتك على ابنك ولا تصرخي على بنتك ولا السب أوعي تسبي أوعي تسبي لا جوا بيتك ولا بر بيتك وإنتي جوا بيتك جيرانك إذا كانوا غير مسلمين يسمعوك وإنتي عم بتصبي يسمعوك وإنتي عم ترفعي صوتك على أولادك عم ترفعي صوتك على زوجك هذه مش حلوة أبدا عم تحكي بالتليفون دي ربالك تعدي تغتابي العالم أولادك بناتك عم بيسمعوك إذا إنتي علمتي أولادك وبناتك إنو الغيبة عادي والله كل ما غتابوا رح يكون في ميزان سيئاتك أنت لا تكذبي أمام أولادك وبناتك كل ما كذبوا رح يقولوا ما أمنا كذبت يعني إنتي الآن بتعلميهم العادات الإسلامية إن تنصروا الله ينصركم إذا بدك النصر من رب العالمين الآن إحنا إيش النصر يعني إحنا الآن مش في حرب أنا مش في حرب أنا بس بدي راحة البال ما هيك إحنا الآن بدنا راحة البال فقط والله المال موجود الناس في أستراليا ما في حدا جوعان يعني الرنت مدفوع اللي هو الإيجار عم تدفع الأجار البيت عم تشتري أكل الأكل عم بروح القمامة حتى الأكل صار زيادة عن اللازم الناس عم تشتري ماركات العالم عم بدها تسافر التفاخر بين المسلمين أصبح شيء لا يطاق يعني أصبحت كلياتها مسألة بس مين اللي عنده أكتر ومين اللي عم بيحوش أكتر ومين اللي عم بيسافر أكتر الآن إحنا أشد حاجة إلى الشعور بالأمان الشعور بالطمأنينة الشعور بالسكينة هذا هو اللي إحنا بحاجة لإله إذا كنتي بدك شعور السكينة والإطمئنان يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم بدك أنت الآن ترجعي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية قولي لحالك من جوة بدي أصبر وبدي أحتسب وإن شاء الله ما بدي أشكي بدي أشكر الله بالليل وبالنهار أنا بدي أشكر قدام ولادي قدام بناتي لما تشرب مي يقولي بسم الله بصوت عالي لما خلصت قولي الحمد لله الذي سقاني هذا من غير حول مني ولا قوة أكلتي بسم الله مش تضلك تقولي لهم قول بسم الله قول بسم الله أنت خليك أنت يكوني قدوة أنت اعملي كل شي صلي صلاتك ولما بتخلص الصلاة قعد هيك وإقرأي أذكار الصلاة بصوت عالي لو ابنك عم يلعب game سامعك والله سامعك شايفك أنت عم بتصلي شايفك وأنت عم تقرأ الأذكار ورح يضل يتذكر سورة أمه هي قاعدة على السجادة وعم تقرأ الأذكار اقرأي القرآن قدام أولادك مش تروحي تقرأيه بغرفتك بالليل لحالك لا وين ابنك عم يلعب games وين بنتك قاعدة على تليفونها بالصالون قعد هيك وإقرأي القرآن شوية علي صوتك خلي أولادك بس يشوفوا بأمهم عم تقرأ القرآن هيك وسامعينك ما في داعي لا تحاضريهم ولا تعملي لهم ولا تقولي لهم إشي انتي اقرأ القرآن في البيت يا أختي وصلي الصلاة على السجادة هيك بالصالون وإقرأ الأذكار بصوت عالي خلي ابنك وهو رايح وهو جاي يشوفك وانتي عسجادة الصلاة خلي يشوفك وانتي عم تدعي بصوت عالي خليهم يسمعوك خليهم يشوفوك انتي عم بتطبقي العبادات خليهم يشوفوا أخلاق الإسلام فيك لا تسبي لا ترفعي صوتك لا تجادلي لا تجادلي أبدا من ترك المراء وهو محق يعني انتي على صح انتي عارف حالك انك انتي اللي صح لكن اترك الجدال في سبيل الله لك بيت في الجنة بإذن الواحد الأحد لا تجادلي لا زوجك ولا ولا ولادك ولا جيرانك ولا أختك ولا أمك أولي أنا هذا رأيي وبس هيك أنا بعمل لأنه قال الله لأنه قال رسول الله وبس لا تقنعيهم انتي خطأ انتي ما بصير تعملي انتي لازم لا تجادلي أولي اللي عندك بصبر والله ايش اللي بتدسير ان تنصروا الله ينصركم إذا نصرت القرآن الكريم وانا صرت السنة النبوية بأنك انتي تطبيقيها تطبيق صحيح وأخلاقك أخلاق القرآن والسنة عباداتك عبادات القرآن والسنة من غير ما تجادلي حدا من غير ما تحكي من غير ما ويثبت أقدامكم ما احنا بدنا التثبيت ايش يعني يثبت أقدامكم يعني بيعطيك الصبر يعني بنزل عليك السكينة يعني يصلح بالك يعني بثبتك يعني بأويلك قلبك والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ما بدك القوة من جوة انت قوتك بقوة إيمانك جوة قلبك كيف بدك يثبت قلبك رب العالمين كيف بدك رب العالمين يثبت أقدامك لما بتطلع إلى برة ما بتطلع إلا لو انت متوضية بتغطي جسمك كله ولو كل العالم كل ياتها شلح الحجاب بتقولي أنا ما بشلح الحجاب أنا محجب الحجاب الشريعي الصحيح لو كل العالم لبست الدهب والفضة بتقولي أنا ما بلبس ولا يبدينا زينتهن أنا لا أبدي زينة لا بإيدي ولا بوجهي ولا بلباسي أنا زينتي هي أخلاقي كلماتي الطيبة أنا لا أتفاخر لا بذهب ولا أتفاخر بفضة ولا أتفاخر بشيء أنا أخلاقي هي اللي تظهر أنا مين أنت هيك أحكي مع حالك يا أختي بدك تضلك تحكي مع حالك وتذكري نفسك أنا مش بشراء لازم يكون والله اللبسي هو اللبس الغالي لا أنا أخلاقي هي الأخلاق غالية أنا ديني غالي أنا إيماني في قلبي غالي ما رح أخسر هيك بسهولة بسبب مال ولا بسبب ناس ولا كلام الناس بتهمني خليك دائماً قوية من جوة ولا تهتمي شوفي كل العالم اللي حواليك لو كانوا ماشيين عكس السير بتقولي أنا رح أضلني ماشية صح رب العالمين هو الذي يثبت قلبك رب العالمين هو الذي يثبت قلبك من جوة وبأويك بإذن الواحد الأحد والذين كفروا للأسف الشديد شوفي الآن ماذا وصفهم رب العالمين والذين كفروا فتعسن لهم يا الله سبحان الله فيأتيك إنسان مسلم ويقولك أنا تعيس أنا تعيسة أنت تعيسة ليش يا حبيبتي علشان أنت مش مليونيرة علشان أنت مش قادرة تسافري افتحي الإنترنت بروحي كل بلاد العالم بتشوفيها قدامك والله بتشوفي بلاد العالم كلياتها قدامك كأنك سافرتي هي المسألة بس مسألة والله أنا بدي أطلع لإني مخنوقة ولا بدي أسافر لإنه كل العالم عم بتسافر وبيدي أشتري لإنه كل العالم عم تشتري شو السبب قولي لنفسك أنت أنا تعيسة ليش وشو السبب اللي مخليني أفكر بهذه المسألة فتذكري تذكري والذين كفروا فتعسن لهم والله عندهم بليونز مبسوطين لا والله مستحيل مستحيل إنسان كافر يكون مبسوط من جوه من جوه مستحيل بيضحك قدامك وبيفرجيكي إنه لو شوفي والضحك بصوت عالي لكن لما يروح يقعد لوحده بتلاقيه عم يبكي دم بتلاقيه عايش في ضياع عايش في حيرة عايش في كآبة طبعا إحنا ما عم نحكي على كل الكفار لأنه إحنا الكفار إحنا ما منعرف إيش في داخل في قلوبهم أنا ما فيني أحكي هذا الكلام على كل كافر لأنه في بعض الكفار عم بيدوروا على الحقيقة في بعض الكفار بتلاقيهم عم بيدوروا على أنا ليش عايش شو شو الحياة هذه لشو إحنا ما فينا يعني نسيء الظلم في كل الناس إحنا نتكلم عن الكافر الذي يكفر متعمدا ما بده يفتح قلبه هذول الناس اللي رب العالمين طبعا على قلوبهم خلاص هما اختاروا يعني سبحان الله الذين اختاروا إنه يكونوا كفار واختاروا إنهم يتبعوا أهواءهم فلذلك يا أخواتي إحنا الآن من صفات الكفار إذن كفروا متعمدين يعني الحق قدامهم الحق واضح لكن هم ما بدهم الحق كفروا صدوا عن سبيل الله هذول الناس رب العالمين طبعا أبعدهم وأضلهم وخلاهم يعني في ضياع وهلاك أكثر وتعسن لهم لهم التعاسى في الدنيا وفي الآخرة انت كمؤمنة انت إنسان مؤمنة سعادتك في الدنيا هي في ذكر الله سعادتك في طاعة الله سعادتك في حجابك الكامل سعادتك في البعد عن مال الحرام سعادتك في البعد عن الربا سعادتك في البعد عن الطعام اللي فيه حرام سعادتك في إنك تساعد الفقراء ساعد المحتاجين مش إنك تروح تشتري ملابس بآلاف من الدولارات وعند الصدقات يلا هاي خمسين خليك كريمة خليك مؤمنة رب العالمين هو الرزاق ولا ينقص مال من صدقة انت ادفعي وأعطي كل ما أعطيتي كل ما أعطاك الله كوني دائما في مساعدة الناس روحي شوفي مين بحاجة لإليك قدمي المساعدة ساعدي يا أخواتي أحب الناس من حولك أحب الخير قدمي الخير اللي بتقدري عليه لا تكوني قاعدة في البيت بس عم بتفكري بالطبخة وتنظيفي البيت ومع مين بدي أزور ومين بدي يزورني روحي قدمي لآخرتك اشتغلي في أعمال تطوعية اشتغلي في أعمال الخير علمي ساوي شيء لحتى تلاقيه في آخرتك هذا اللي رب العالمين ينظر إليك الآن إيش اللي بدك إياه من جوا اللي أنا بدي إياه من جوا إني أنا أكون قدوة صالحة أتبع القرآن الكريم أخلاقي أخلاق الإسلام ما رح أتبع كل العالم أنا لست إمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكن إمعة إن الإمعة إذا الناس صلحت يعني صلحنا وإن اللي يخربوا يلا بنخرب وراهم لا أنت مش مش ضعيفة الناس بتمشيكي على كيفهم يقولولك البسي هيك يلا البسي هيك حلو عليك تروحي تلبسي زي ما بيقولولك إنت بتلبسي مثل ما أمرك الله بتاكل مثل ما أمرك الله ما بتمشي ورا الناس النفس الضعيفة اللي بتمشي ورا الناس شو ما بيقولولك الناس تمشي عليه شو ما الناس تعبانين والله أنا بدي أتعب معاهم العالم مكتئبين أنا بروح بكتئب زيهم لا أنت لست إمعة أنت مش ديل تمشي ورا العالم أنت نفسك اعتبري نفسك جبل شامخ واء فهيك لحالك بإيمانك صامدة اسمد يا أخواتي إحنا الآن في أيام الصبر هذه أيام الصبر أفضل عمل تعملي إنك تصبر يظلك قولي مع حالك وكرري وقولي سأصبر سأصبر سأحتسب سأرابط إن شاء الله أختار القرآن وأختار السنة أختار أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أختار أن أكون مع الله حتى يكون الله معي ويعطيني إن شاء الله طمأنينة والسكينة أختار الفردوس الأعلى أختار أن أكون من الصديقين أختار أن أكون من الذين ينصرون الله من الذين ينصرون القرآن الكريم والسنة النبوية أنا لا أتبع إنسان ولا أتبع قوم ألا أتبع القرآن الكريم والسنة النبوية فقط وما عندك إلا حب الله ما عندك إنسان والله يعني بعض الناس الآن أصبحت خلاص متعلقة تعلق القلوب لا يتعلق قلبك لا بإنسان ولا بمكان ولا بزمان إنتي عيشي اليوم اللي إنتي فيه لا تضلك تقولي أوه أيام زمان أيام لما كنا صغار أيام بلدنا لا أنا اليوم موجودة وين موجودة هون بدي أعيش هون وبدي أخلي إن شاء الله يوم بيوم وتخلي دائما يعني أفكارك واضحة إحنا أولاد اليوم لا تتعلقي بالماضي سواء كان منيح ولا ما كان منيح إنتي بنتي اليوم تخليك اليوم أنا شو بدي أعمل ولا تضلك تفكري بالمستقبل لأنه المستقبل مش جاي ويمكن أنا أموت اليوم قبل ما ييجي بكرة فأنا اليوم شو بدي أعمل اليوم بدي أعمل الصح بدي أعمل الصح الحلال وبدي أبعد عن الحرام وبدي أصبر وبدي أكون قوية خليك دائما مع الله سبحانه وتعالى حتى يثبتك رب العالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وأن يجعلنا من المتقين والله سبحانه وتعالى يقول والله ولي المتقين كل ما بعدتي عن الحرام كل ما بعدتي عن التفاخر والإسراف والأمور المتعة هذه للعالم بس بدها تفكر فيها كل ما رب العالمين إن شاء الله هو الذي ينصرك ويساعدك ويعينك والله ولي المتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين اصبري يا أختي إن العاقبة للمتقين يعني أنت اللي راح تفوزي في الدنيا وفي الآخرة أنت اللي رب العالمين أنت اخترت رب العالمين رب العالمين يثبتك رب العالمين يعينك رب العالمين إن شاء الله هو اللي بيكون معاك هو وليك وهو العاقبة لك الفوز لك في الدنيا وفي الآخرة السعادة لك الفلاح لك في الدنيا وفي الآخرة سعادة الدنيا في القلب أفكارك ومشاعرك يا أخواتي ننتبه الله يرضى عليكم كيف بتفكري وكيف بتحسي هادي اللي بدك توجهيها مش بس نعمل عبادات فارغة هيك يلا أنا صليت يلا حجابه يلا لا بشو بفكر كل يوم وكيف عم بحس وبرمجي دماغك على حب الله برمجي دماغك أنا ما بحب إلا الله وما بحب إلا القرآن وما بحب إلا السنة وبيدي الفردوس الأعلى وبيدي أكون مع النبي وضلك إدعي ليل نهار ليل نهار لما تكون أفكارك موجهة صح إن شاء الله رب العالمين يثبت قلبك ويعينك وزي ما حكيت لكم يا أخواتي يا حبيباتي اللي بحاجة إلى خبير ولا مختص ولا طبيب علشان فيه اضطراب في داخلك ما في أبداً أي مشكلة إنك تطلب المساعدة اطلب المساعدة من الخبراء خليهم يعينوك على تتخلصي من الأفكار اللي ماء الهداعي أو الأفكار السريعة أفكار 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 أي شيء في اضطراب من الداخل عالجي بأمرين عالجي بالعلم الشريعي تعلمي القرآن تعلمي الإسلام أطبقي تطبيق عملي خاصة من الداخل بالإيمان إيمانك وعلمك هو اللي إن شاء الله بساعدك على إنك تستقر من الداخل إذا لسه فيه اضطراب يكون الاضطراب هذا بسبب الطفولة بسبب ظلم وتراكم في داخلك فالسلبيات أو الأفكار السلبية والمشاعر السلبية تراكمت في داخلك من الطفولة فأصبحت الآن عبارة عن غضب أصبحت الآن عبارة عن نكد عن تعاسع عالجيها بدك المعالجة فإذا كانت من الطفولة إذا كانت من ظلم وتراكمت في داخلك يمكن أنت لوحدك ما تقدر تعالجيها تحتاج للمختصين خليهم يساعدوك خليهم يفهموك شو عم بصير في جواك تخلصي من الأفكار السلبية وتخلصي من المشاعر السلبية عالجي نفسك تعافي يا أختي يا حبيبتي لا تضيع الوقت وانت تفكري وتمشي بالطريق الخاطئ روحي على الطريق الصح واعمل اللي لازم تعملي وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يعيننا جميعا على فعل الخير وإن يثبت قلوبنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا أخواتي حبيباتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته